جميع الأمريكي، اليوم ستحدث عن دنتينوجينيسي أو دنتين دنتين تتأثير من الناس يسمى أودونتو بلاست التي تتحدث من أكتوميزن كاميل سلس من دنتال بابيلة تتأثير بالخلايا من النامال إبيثيريال سلس فتتحول من دنتال بابيلة سلس إلى أودونتو بلاست فبالحالة الدنتال بابيلة هو الformative organ of the dentine وبالنهاية يصير البلب وماذا تشوفون هنا هذا بالسليد قبلكم دنتين formation during early build stage of tooth development من الأبكس مع التوث دنتين formation spreads along the slopes of the cusps وماذا تشوفون هاي المختصرات أسا نحكي عليها واحدة واحدة بس قبلها نقول دان نحكي على الـ differentiation مع الـ odontoblast قبل ما بتتخصص الـ odontoblast دنتال بابيلة سلس اللي هي تجي يعني هي أساس الـ odontoblast هي تكون صغار و-undifferentiated ما مخصصة وتكون نيوكلياس مالتها centrally located with few organelles بابيلة سلس بابيلة سلس بابيلة سلس بابيلة سلس بابيلة سلس مكان ما بي خلايا بابيلة سلس هنانا تشوفون نقصة البالب الـ od هي الـ odontoblast الـ pod هي pre-odontoblast الـ am هو amyloblast الـ SI هو Stratum Intermedium والـ SR هو Satellite Verticulum Layer هنانا شوان ديصر بها الـ Differentiating Odontoblast هنانا الـ Amyloblast هنانا هادا نشوفكم بالـ Pulp هنانا الـ Odontoblast هنانا الـ Odontoblast هنانا الـ Mineralization ديصر عليها سنحكي عليها بالـ Slaidات القادمة فبن نحكي على الـ Odontoblast differentiation تتحول almost immediately after cells of inner enumal epithelial change in polarity الـ Ecto-Mesine Camel Cells The Ecto-Mesine Camel Cells Adjoining the Cell Free Zone Rapidly Enlarge and Elongate هذي الخلايا اللي هي Dental Papillar Cells هنانا هادا Basement Membrane وهي الـ Epithelial Cells Adjoining the Sender Papilla Cells اللي هي هذي نقصد inner enumal epithelial cells طبعا under an organizing influence تبدي تتغير change in polarity بتنقسم الخلية القريبة على الـ Epithelial Cells هنانا ت league نقصد على الأشياء على هذي القريبة على هاي الخلايا نقصد نيقصد مالتها تتحول الى Basement تتخول وتزداد بالحجم مالتها وتحتوي على Organic ويزيد المتحدث عن الـ Epithelial Cells لا, remain undifferentiated لأن الـ Odontoblast يقوم بتقريباً بـ 40 نانومتر والـ Width أيضاً نفسه الـ 7 نانومتر دينتينوجنسي دينتينوجنسي يبدأ قبل أن تكون الـ Enamel يبدأ قبل أن تكون الـ Enamel وبعكس الـ Amelogenesis هو يستمر والحياة مع الشخص ما يوقف ثم نتحدث عن الـ Formation أو الـ Formation of Dentine سيكون الدينتين أو دينتينوجنسي يكون على دينتينوجنسي الأول هي Formation of Dentine Matrix اللي يسمى Pre-Dentine ثاني ستب هي Mineralization of this Pre-Dentine أدونتوبلاست أول شيء تبدأ أدونتوبلاست أول شيء تبدأ قبل أن تكون المنينتين تكون الـ Predentine هاي الودنتوبلاست نشوفو شو دي تحرك نانا همين صورة لأخرى الودنتوبلاست سنحكي على شغلة شغلة موجودة بهذا السلايب تبدي تكون الدنتين اللي هو يكون انمراريزد يسمى بريدنتين من يزيد تكوين البريدنتين اكثر دي بوزيتد يعني تتحرك الودنتوبلاست تتحرك بالديركشن of the pulp leaving an elongated process هذا البروزيز known as ادنتوبلاستيك بروزيز فبكل حوال شوفون هناك نورا لير of pre-dentine دائما موجودة على السيرفز of the pulp croft fiber هذا شوفو مكتب عليه crofts fiber أو fibers هذا has been described as the initial dentine deposition مني بدي تكبوين الدنتين عالكسب top tips high fibers تكون large اللي هي تتراوح بين 0.1 و 0.2 نانوميتر وتكون collagen fibers type 3 وتكون perpendicular على basement membrane و attach to it high fibers بالتكبوين دائما نشوفوها في الشيء اسمه mental dentine عسنا نحكي عليها بالسطاعدات الجاية الكروفز فايفرز تبدي شوية شوية gradually in decreasing size و fades يروح بعديا بحيث تصير اخر شيء type 1 collagen fibers والورينتيشن ما لدها يكون parallel to the future dentine وين موجود هاذا يصر تكون معناته thickness أقل و هي fades اكثر type 1 collagen بمكان يسموه circumpalpal dentine بالحالة the autonidoblast form the main components of pre-dentine و collagen fibers و non-collagen proteins المين المين non-collagen proteins in the pre-dentine شنية أول واحد هو تسمى bone morphogenic proteins BMP 2-4-7 dentine phosphoprotein مختصرة DPP osteocalcine osteonectine osteopontine D-sialoprotein or DSP or DSP DPP or DSP represent the major non-collagenous proteins in dentine ليش؟ لين هي important for organization and mineralization of the dentine second step second step is the mineralization of the pre-dentine hybrid dentinogenesis in the khutwa الثانية يمشي parallel to the pre-dentine ويا with the pre-dentine formation with the tip of the crown and then proceed in a rheumatic pattern to gradually complete cervical المineralization of the dentine begins when the pre-dentine is approximately 5 nm thickness with the spherical zones of hydroxyapatite crystals called calciferates are formed within the pre-dentine The mineralization of the dentine matrix will give the mucanaat random and eventually these calciferates fuse together to form mineralized dentine two types of mineralization two patterns two patterns dentanial tubules will form around each odontoblastic process because we have previously mentioned the process that turns out the odontoblast towards the pulp this process will form dentanial tubules so the first day of pre-dentine begins its mineralization if the mineral fog which is the mantle dentine will form a globular pattern like this on the the globular pattern of dentine mineralization here small centers of calcification spreads concentrically until they fuse together as calciferates this mineralization shown this year occurs by buds of small matrix physical an alkytron microscopic budding of cell in cell membrane of odontoblast that contains the first hydroxy apatite crystals and alkaline phosphatase enzyme in cell in cell in cell as as the mineral phase first appear within the matrix vesicle in cell on the single hydrosy apatite crystals high crystals grow and rupture with other crystals to form a continuous layer of mineralized dentine matrix in cell as 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 Sometimes cial singular mineralization through the polymerization or the bulk thicknessfather of the dentine incalculative nickel clamp in skull by fine plates of hydroxyapatite crystals on the surface of collagen المترجم الى الكولوجين هذا اللي ثقنس اللي هو أصفر لونه يسمى mantel dentine والbulk thickness of the dentine يسمى circumpal-pal المنراليزايشن قلنا يفدي هنا اول شي بغلوبيلار باعدين يصير لينيار هنا و اكثر شي لينيار بس اذا نحكي عال dentine يصير جوه الانامل روت dentine لا بس بغلوبيلار شوي يختلف هيرتويك اللي قلنا عليه المحاضرة السابقة هيرتويك روت شيث انشيات the differentiation of odontoblast هناك inner enamel epithelium هناك روت شيث هو اللي انشيات the differentiation of odontoblast that form روت dentine حتكون الكلاجين فايبرز بهالحالة parallel to the basement membrane in the mantle dentine near the cemento enamel junction والدقري من المنراليزايشن is less and the rate of deposition is slower روت dentine مو مثل الموجود بالكراون جو الكراون يعني يكون اقل mineralization و deposition مادة هم ابطئ عدنا clinical considerations regarding what we talked about we talked about the disturbances in either secretion for or maturation of dentine matrix can lead into defects of the dentine structure وconsequence to the supportive function وهميني اثر على supportive function of the dentine اكو ثري different types of inherited defects يعني موروثة in dentine matrix are classed under the term dentineogenesis imperfecta تسمى بهلا الشخاص يصير عندهم dentineogenesis imperfecta the crowns are found to have bulbous contour يعني المعنتها contour يكون bulbous مدور والpulp chamber becomes obliterated by poor quality dentine pulp chamber الموجودة الدنتين مو زيان clinically بالنسبة لكم تحشوفون blueish to brownish cast to the teeth and shortly after the eruption of the teeth the enamel fractures away leaving the soft inner core of the dentine exposed this include the lecture regarding the dentine formation of dentineogenesis i hope to see you soon in the next lecture goodbye